لم تعد مجرد تكهنات أو قراءات تلك المسألة التي بدت واضحة للداخل العراقي وخارجه مسألة تفسخ النظام السياسي وقرب نهايته بعد رحلة فساد واستبداد استمرت قرابة عقدين من الزمن معهد ستوكولم الدولي لأبحاث السلام أكد في تقرير له أن العراق يقف على حافة الهاوية وذلك ما يستدعي تغيير النظام الحالي وإجراء إصلاحات شاملة على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي تقرير المعهد السويدية الذي استند إلى مقابلات مع مسؤولين وخبراء أوضح أن نظام تقاسم السلطة الطائفي بمؤسساته الضعيفة وضعف المحاسبة أضعف الاقتصاد وعرقل أداء الدولة وعطل الجهاز التشغيلي للمؤسسات وأدى إلى انهيار الوضع الأمني وفقدان الشارع العراقي ثقته بالواقع السياسي بدوره أكد المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية أن النظام السياسي الحالي في العراق يعتمد على التناقضات السياسية التي أنتجتها المعارضة قبل عام 2003 وظهرت تدعيات هذه التناقضات بعد غزو العراق فأحيط النظام السياسي الجديد بإطار ديمقراطي تعددين شكلي المظهر دون الجوهر حيث قامت القوى السياسية التي تدير العملية السياسية بإفراغ مبادئ الديمقراطية من محتواها وانتهجت خطا طائفيا أدى بالنهاية إلى تفكك الدولة الأفات السياسية المتتالية شحنت الشعب العراقي وأثارت سخطه فخرج باحتجاجات ظلت تتصاعد حتى تبلورت على شكل ثورة شاملة قائمة على وعي سياسي عال ونج فكري وإحساس بالمسؤولية الوطنية وهو ما بدى واضحا في ثورة تشرين العراقيون ذهبوا باتجاه استعادة الدولة على المستوى القيمي في ثورة تشرين عندما طرح مفهوم استعادة الوطن حيث بات الشعب بمختلف مكوناته يشعر بخطر ضعف الدولة في ظل هيمنة الميليشيات